نتحدث عن الطاقة الاستيعابية الطاقة الاستيعابية والاشغال الآن للفحص والحجر والعزل والعلاج كما يلي أولاً الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج هي 2473 ويبلغ الاشغال منها 1506 سرير فقط وفي مراكز القطاع الخاص تبلغ الطاقة الاستيعابية 136 والاشغال الحالي 50 الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي هي 1673 ويبلغ الاشغال منها 902 وفي مراكز القطاع الخاص تبلغ الطاقة الاستيعابية 801 والاشغال منها يبلغ حوالي 20 نؤكد احنا في هذا المؤتمر ودائماً على اهمية الاتزام في شهر رمضان بكافة الاجراءات والقراءات الصادرة مؤخراً حفاظاً على صحة وسلامة الجميع